سهل خير وأهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية وكالعادة عندنا كلام كتير جدا حابين أننا أو حابين أننا نتناقش مع حضراتكم فيه البداية طبعا هاكون مع منتخبنا الوطني بقيدة طبعا كابتن حسام حسن اللي بيواصل تدريباته في إطار طبعا الاستعداد لمبارات بوركينا فاسوي غينيا بساو المقرر لهم يومي 16 من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنا هي كاس العالم 2026 إحنا في الوقت الحالي ما عندناش أهم ولا أغلى من المنتخب خلال 48 ساعة أنت دول يعني بيفصلوك عن المواجهة مواجهة منتخبنا الوطني أمام بوركينا فاسو تحت قيادة العميد طبعا حسام حسن نحن نتكلم عن ضربة البداية الرسمية ليه مع المنتخب منتخبنا لعب مطشين والدين أمام نيوزيلندا وكرواتيا دول كانوا في بطولة كاس العاصمة الإدارية طبعا لو حضراتكم فاكرين وقتها ودي كانت أول مبارات لكابتن حسام حسن مع المنتخب ولكن هي برضو بتفرق بتفرق لأن انت مواجهتي بوركينا وبعدها غينيا بساو أنا بشوف أنه هم الاختبار الرسمي والمهم جدا أمام الجماهير للمدير الفني ولكن الأهم دلوقتي أنت بنتكلم أنت إزاي تمشي خطواتك أنت لازم تبقى واحدة واحدة مباراة بمباراة حاليا أنت المباراة الأهم دلوقتي عندك هي بوركينا فاسو لأن أولا المباراة دي على أرضك فأنا عايزة مهم جدا تكسب أنت على أرضك ووسط جماهيرك ولكن أنا عايزة أفكر حضراتكم أن مصر بتحتل صدارة المجموعة بستة نقاط بوركينا في المركز الثاني أربع نقاط غينيا بساو بنفس الرصيد اللي أنا بقول له إيه إن الحصوص متساوية يعني منتخبنا ما عندوش رفاهيات لا أنت محتاج تفوز في المباراة اللي جاية اللي هي أمام بوركينا فاسو